بمناسبة اتحاد الكورة المدير الفني للمنتخب أجيري بيتمسك باستبعاد وليد سليمان وأحمد فاتحي وأعضاء في الجهاز الفني وبيقولوا وليد أفضل من الشحات دي رؤية فنية للمكسيكي خفير أجيري المدير الفني للفرعنة وقال إن الاثنين شاركوا أحمد فاتحي ووليد سليمان بشكل كبير جدا وإسهامهم كان كبير في تأهيل الأهل للمباراة النهائية وقال هناك حالة من الغضب والانتقادات نتيجة عدم الاستعانة بهما ده حسب جريد الوطن وإن وليد سليمان أفضل من حسين الشحات المحترف في العين والذي لم يستغل فرصة المشاركة أساسيا في المباراة الأخيرة في المقابل بحسب الوطن يرى أجيري أن سليمان وفاتحي أعمارهم السنية لا تسمح لهم بالوجود في المنتخب خاصة أنه يتبع سياسة انخفاض معدل الأعمار للعب المنتخب إلا أنه وعد باستمرار مراقبتهما خلال المباراة القادمة وهنا عايزين برده برهبهم يعني يمكن محسبش الأجازات في السن نوم ينخفض يعني المراقبة كيف يكون اعتراضه على السن وبعد يقول لك برهبهم عايزهم يعملوا إيه يعني يعملوا أكتر من اللي بيحصل في الملعب يعني إزاي انخفض سنهم يعني هل ده احتمال أنه ممكن تسمع جملة العبرة بالعطاء مش بالسن يعني مدربين الكرة يجننوك الحية لا لما كل حاجة لها مبرر كل حاجة لها مبرر ما تيجي تكلموا على السن يقول لك العبرة بالعطاء أما يحصل عطاء لأ السنة بصص للسن يعني لم تستطيع معهم صبرا لم تستطيع معهم صبرا هو بالمناسبة المحمدي عنده كم سنة في 30 و 31 يعني العبرة بالعطاء هنا هنا العبرة بالعطاء وما فيش مانع انه يقول العبرة بالعطاء وانت محتاج له هو انت مش محتاج لعنص الخبرة مش محتاج لكابتن مش محتاج لواحد يابو الثروح غير تقليدية للفريق كل مرة عايزيني يعينه حد من النادي الأهلي يبقى فيه سبب بالأسباب يعني وما هياش بقى محمدي موليد 87 يعني 31 سنة 7 سبتمبر 81 محمود المخبزي بولد 9 سبتمبر موليد سليمان 33 بس المحمدي ما بيحسبوش الأجازات طويل شوي لا هو العبرة انك ما تقوليش سنة كاب مجهودك ايه في الملعب وبعدين انت ممكن تبقى عايز مني نص ساعة خلصلك الليلة كلها ماذا يعني ما ترجمة نانسي قنقر